بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها أحييكم مشاهدين الكرون بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم الأسرية الاجتماعية التربوي برنامج الفكرة المفقودة الذي يأتيكم من هذه القناة الطيبة المباركة قناة القرآن الكريمة أسعد أيما سعادة أن أكون معكم على مدار ساعة من الزمن آملة من الله عز وجل أن نفيد ونستفيد موضوعنا مشاهدين الكرام نازلنا نواصل في سلسلة عملية البناء التربوي لأبنائنا فبعدما تحدثنا عن البناء التعليمي أو العلمي اليوم بإذن الله سنتحدث عن التربية العقلية أو البناء العقلية ينحصر مشاهدين الكرام ينحصر معنى التربية عند الكثير من الآباء والأمهات في العناية الصحية والغذائية والتعليمية فما نصيب عقول الأبناء من التربية والعناية والأعمال كيف اهتم الإسلام بالعقل وكيف يتم أعماله بشكل سليم حتى نحقق الهدف المرجو ومن المسؤول عن ذلك ما مصادر البناء العقلي وما هي المعوقات النفسية والاجتماعية ثم ما هي التحديات التي تؤثر على عقول أبنائنا وما هي الوسائل العملية التي تعيننا على عملية البناء العقلي للأبناء وكيف نحافظ على صحة وسلامة العقل العقل عفوا في ظل ما نلاحظه اليوم من انتشار للآفات الاجتماعية الخطيرة التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع وأيضا العقيدة إذن كل هذه النقاط وأخرى في هذه الأمسية الطيبة المباركة ونحن نعالج موضوعا في غاية الأهمية عن البناء العقلي أو التربية العقلية حياكم الله وبيّكم مشاهدينا الكرام وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تعالى أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وموضوعنا لهذه الأمسية عن التربية العقلية لدى الأبناء باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام دعوني أرحب بالأساتذة الأفاضل الذين يحضرون معنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة من برنامج الفكرة المفقودة أرحب بالأستاذ أحمد رضاح ومستشار أسرية مرحبا أستاذ حياكم الله أستاذ ذهبية أسأل الله تعالى أن تكوني بخير وطاقم البرنامج كذلك جميعا نكون على استعداد لنقدم هذا الكلام المفصل الدقيق حقيقة في التربية حين نتحدث عن أداة الفهم عن أداة الوعي عن أداة العلم عن أداة الاستجابة والتفاعل مع المجتمع عن أداة حفظها الله تعالى وجعلها من الكليات الخمس لا وهي العقل حقيقة بناء العقل عند البشر هو شيء بقدر ما هو خطير ومهم بقدر ما هو معقد بقدر ما هو بسيط نسأل الله تعالى أن نقدم ذلك على طبق إن شاء الله آمين يا رب العالمي واركت أستاذ أحمد رضاح وأيضا أداة للتفكر والتدبر ليس كذلك أستاذ شهر زاد مرحبا بك في هذه الأمسية الطيبة المباركة تحية طيبة لكي ذهبية تحية طيبة للطاقة من الفكرة المفقودة أيضا لسادة المشاهدين الذين نسعد دائما للتواصل معهم من خلال هذا البرنامج والحقيقة نحن في عملية بنائية متكاملة بإذن الله تحدثنا عن التربية العلمية ونحن اليوم نتحدث عن حصات الحقيقي للتربية العلمية وهو تكوين هذا العقل ونمائه وقل لما نتحدث أستاذ فاطمة عن التربية العقلية اليوم المساحة والملعب لك بإذن الله تعالى ورحبا بك مجددا أستاذ فاطمة شكرا لك ذهبية تحية مسائية عطرة تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لك ذهبية لأساتذة الأفاضل للطاقة من أحبتنا وأوفياء الفكرة المفقودة واليوم أيضا سنواصل غوص في بحر التربية وخاصة أننا نتكلم عن أهم أساس وعن أهم شيء له وهو العقل فنسأل الله إن شاء الله التوفيق والتيسير حتى أكيد نفيد المشاهدة الكريم ونستفيد أيضا وهذا كل هدفنا هو البناء وحفاظ على أبناءنا إن شاء الله شكرا بارك الله وفيك سيدا فاطمة إذن مشاهدين الكرام على بركة الله موضوعنا لهذه الأمسية عن البناء والتربية العقلية البداية كما تعودتم مشاهدين الكرام من الكتاب والسنة مع رق خير الكلام كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا أخرجه مسلم السلام عليكم بشاهدنا الكرام أحييكم مجددا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وموضوعنا في هذه الأمسية عن التربية العقلية البداية معك أستاذ شهر زاد الله سبحانه وتعالى نميز الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى بالعقل وهذا العقل كما نعلم هو مناط التفكير وبه نميز حقائق الأمور وأيضا نميز بين الحق والباطل من على ظوء ما ورد من آيات وأحاديث كيف تطرق الإسلام على ظوء الكتاب والسنة للعقل طيب بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار في الحقيقة حديثنا عن العقل من خلال طبعا هذه الآيات هو حديثنا عن وسيلة عظيمة جدا من وسائل الهداية والدلالة على الله تبارك وتعالى ومن هنا يكمل خطورة العقل لأن الإنسان يدور بين ثلاث أنواع من الهداية الربانية الله لم يتركنا هملا والحمد لله نحن أمام هداية الفطرة التي جئنا بها من عالم الذر من العالم الأول وأمام هداية القرآن هداية الوحي القرآن والسنة وعندنا أيضا هداية العقل والتفكير فهي نوع من الهداية التي ماذا يستطيع الإنسان من خلالها أن يصل إلى الله تبارك وتعالى والحقيقة موجودة اليوم الواقع يؤكد هذا الكلام أنظر إلى العدد الهائل من الداخلين في الإسلام رأيتي من العلماء الغرب يقفون على حقائق الكون لذلك الله يأمر بالنظر يأمر باستعمال العقل فألفاظ القرآن الكثيرة جدا حقيقة مساحة واسعة من الدعوة الربانية إلى ضرورة النظر في الكون استعمال لفظ النظر التدبر التأمل التفكر كل هذه الألفات تدعون إلى استعمال العقل للنظر في الكون فآيات الله في الحقيقة ليست هي آيات الله القرآن فقط هي آيات الله المقرؤة لكن الكون يمثل آيات الله المنظورة وبالتالي النظر في هذا الكون يحقق لنا جانب مهم جدا من الهداية الربانية وهي عبادة أيضا التدبر والتفكر في الكون في الكون وغير ذلك ذلك الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن قهر هذه آيات الله الكونية قهرت علماء الغرب حتى دخلوا إلى الإسلام خاصة وأن آيات الله المنظورة هي تؤكد وتصدق آيات الله المقرؤة إذن لا شك في أن استعمال العقل مهم جدا ولذلك اهتم القرآن به بهذا الشكل لو نذهب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث عن مسألة أو حديث أبو مسعود وجاء الحديث أيضا عند عبد الله بن مسعود ولكن برواية أخرى ولكن نركز على جانب معين جدا هنا على قيمة العلم عفوا قيمة العقل وقيمة تقديم أهل العقل أو أصحاب العقل أو أولو الألباب كما استعمل القرآن ألفاظ كثيرة في هذا المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا نختلف والاختلاف وحقيقة في طباع البشر أيضا أجئنا به من عالم الذر وغير ذلك لكن المطلوب مننا أن لا يكون اختلافنا له أثر على قلوبنا يكون اختلاف تنوع أنا عندي فكرة وأنت عندك فكرة الاختلاف الذي فيه رحمة اختلاف فيه رحمة فيه تنوع بمعنى عندما تكون الأفكار كثيرة ومتنوعة نصل أفضل إلى السبل لتطوير حياتنا إلى غير ذلك ليس اختلاف تضاد أنك إما أنت معي أو أنت ضدي أو للانتقاد من أجل الانتقاد فقط الانتقاد وغيرها فالنبي يحيلنا إلى هذا المعنى المهم جدا ثم يتحدث بعد ذلك عن وضعية معينة في الصلاة من يلي الإمام عموما ونقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يصلي خلفي من يكون أقرب مني صلى الله عليه وسلم وردت صفتين في الحديث قال أولو الأحلام والنهى الأحلام كما جاء اللفظ أيضا بلغوا يعني الحلم الحلم هو سن البلوغ وإن كان بعضهم الأخر قال أولو الأحلام هم أصحاب العقول الرزينة وإن كان نحن عموما نستعمل الحلم كما نقول هو سن البلوغ فقال بعد ذلك النهى لذلك النبي أشار إلى النهى النهى في الحقيقة هي اللب العقل الإرادي هي المركز وتسمى أيضا الحجرة فيه يعني كما جاء اللفظ في القرآن وغير ذلك فقلت إذن أنها سميت نهى وهي العقول وبعضهم يضف لها مزايا هذه العقول ليس أي عقول سميت نهى لأنها تنهى العبد عن اقتراف القبائح فلذلك سميت نهى والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى هؤلاء معنى أن يقول إنسان القريبين منه في الصلاة من؟ يا رسول الله هم البالغين في السن ثم أصحاب العقول لماذا؟ لأنه يحتاج لمن يفهم عليه ما يقوله في الصلاة ويفهم عليه أفعاله أيضا فينقلونها للناس مضبوطة وقد لا يتأتى لهذا ناقص عقل سواء كان حتى جاهلا أو طفلا لا يستطيع أن يفعل هذا فهذه إشادة بالعقل ورفع وسمو للعقل بأن يقدمه النبي لذلك الإمام النووي عليه الرحمة وردوان عندما يشرح الحديث يعلق هذا يقول تقديم الأفضل فالأفضل ويقول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المجامع ليس فقط في الصلاة هو أن يقدم الأفضل فالأفضل ومن باب التفضيل ومزايا التفضيل أو معايير التفضيل إن شيئا تقول نقول ماذا هو هذا العقل يستطيع أن يكون عنده عقل قال لماذا لنؤولى بالإكرام لما نكرم ثم بعد ذلك هم أعلم قد يكون فيهم حفاظ القرآن فإذا أخطأ الإمام هم من يصححون الإمام أيضا قد يكون الإمام سهى في صلاته من الذي ينبه الإمام الطفل غير قادر على هذا يعني هو معقس عقل غير قادر أن يضبط هذه المسائل فإن لم يكن كل ذلك فهم يتعلمون من الإمام الطريقة الصحيحة للصلاة وكم بعد ذلك سيعلمونها لغيرهم إذن هناك عملية تقوم بها هذا التقديم والتفضيل والتقريب من الإمام ليس أي شيء وهنا نلاحظ أن بعض الناس اليوم تكون داس علم لكن تفضل أن تصلي بعيدا وتترك الصفوف الأولى الصف الأول وإن كان له مزاياه وله أجر وغير ذلك لكن له أهميته في أن يكون خلف الإمام منهم أجدر بأن يوجهوا إمام في حالة ما يسهو وهو حاصل وموجود لذلك يعني يروي لنا أحد التابعين عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنت مرة أصلي أنا في الصف الأول قال فإذا برجل يجدبني جذبه ويأخذ مكاني في الصلاة يعني وقف ليصلي فجذبه ووقف مكانه قال حتى أني اغتطت في صلاتي كيف يعني يفعل بهذا وكان صغير في السن قال فلما يعني تهينا من الصلاة أو أنهينا الصلاة التفت إليه وقال له يعني لا يسؤك الله وإنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتقدم في الصفوف الأولى من أجل هذا الغرض وهو توجيه الإمام إن حدثت كما قلنا خطأ إلى غير ذلك وأنوه هنا بكلمة أيضا مهمة في مسألة الأطفال ليس معنى قولنا أن النبي قرب أصحاب العقول والبالغين معنى ذلك أن نطرد الأطفال من الصفوف الأولى وحتى من لينا الصفوف هذا ما هو الشائع هذا قد يسد نفسية الولد قد يأتي الولد وهو يريد أو سمع أن في ذلك فضل سمع فضل الصفوف الأولى لذلك أنا أميل إلى قول العلماء الذين قالوا بأنه لا يخرج الولد من الصفوف الأولى إلا إذا حدثت أدية بمعنى حدثت صخب حدثت أصوات حدثت إلى غير ذلك لذلك العلماء ينبهون إلى أن الأطفال لا يطردون في صلاة أو من الصفوف وإنما يفرقون في الصفوف لأنه إذا اجتمعوا في صف حدثت الجلبة وحدثت الفوضى فيكون الأولى لو الأب أوقف ابنه فلا يجوز لواحد يأتي وينزع الولد من مكانه هو أحق القاعدة تنطبق على الجميع ها هنا قاعدة النبي من سبق إلى مكان يكون هو أولى بهذا المكان وأحق بهذا المكان فإخراج الإنسان من ذلك المكان كأنك هضمت حقه فلا يجوز لك هذا فلذلك نقول أن الأطفال إذا كانوا وعين بقيمة الصلاة مثلا لا يحدثون فوضى جلبة إلى غير ذلك فهم أولى بأماكنهم ويبقون هناك خاصة وأن هناك بعض الأولاد حفظين لكتاب الله حفظا جيدا ويكونون أنفع للإمام ربما من مصل آخر ولأنه نماذج كثيرة في الجزائر إذن عموما هو الحديد وإن كانت له دلالات كثيرة جدا وحتى النصوص القرآنية وإنما نحن نركز على هذا الجانب مسألة قيمة العلم في حد ذاتها لابد أن نفهم بأن القرآن الكريم عندما يولي للعقل هذه المساحة من الحديد فهي دعوة صريحة من الله تبارك وتعالى ومن نبيه إلى ضرورة تربية أولادنا لهذا العقل والاهتمام به ومراعاته والاهتمام خاصة في سن معين خطير ماذا يصل إلى هذا الولد سوف نتطرق بإذن الله عن المراحل التي يتم فيها إعمال العقل بشكل سليم للوصول إلى الهدف المرجو لاحظت أستاذ رباحة المكانة التي أولاها الإسلام للعقل دعنا نلامس أكثر الواقع إذا ما لاحظنا في واقعنا اليوم نجد الكثير من الأفات الاجتماعية ومضيعات كثيرة للعقل لنتحدث عن هذه المضيعات وكيف نتصدى لها في واقعنا اليوم بداية أستاذ ربي سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل هذه معلومة بديهية بالنسبة للمشاهد الكريم مظهر مظاهر التكريم نعم نعم لكن هذه الميزة التي أودعها الله في الإنسان ليس لها قيمة ما لم تفعل في القرآن الكريم خمسين مرة ذكر الله سبحانه وتعالى يعقلون يعقلون أربعة وعشرين مرة تعقلون اثنين وعشرين مرة عقلوها يعقلوها عقلوه ولا مرة واحدة ذكر كلمة العقل بصيغته المجردة وكأن الله سبحانه وتعالى يشير لنا في القرآن الكريم خمسين مرة أنا أذكر لك استعمال العقل لكنه إن لم يستعمل فليس له قيمة وهجره تركه استبعده مجرد وجوده دون استعمال دون استفادة دون تطوير دون تفعيل هذا ليس له قيمة على الإطلاق طبعا أنا أتحدث عن مادة عقلة هنا يعني المفردات التي تنطلق من مادة عقلة نهيك عن مسألة النهى والألباب التي وردت في القرآن الكريم وهي كثيرة جدا وبعيدا عن الخلاف الذي يعني خاضه كثير من الناس هل الإنسان أو هل العقل هو شيء يعني هو شيء في الإنسان أو لا هو كناية عن طول تجاربه وحكمته وأين تموضعه في الدماغ أو في القلب أو ما إلى ذلك بعيدا عن هذه القضية نحن نعلم بأن العقل هو مناط التكليف يعني طالما العقل موجود في الإنسان الإنسان مكلف فإذا أخذ الله ما أوهب أسخط ما أوهب بمجرد أن يعني يسحب العقل من الإنسان خلاص الإنسان رفع من دائرة أو أخرج من دائرة التكليف وهو واحد من الضرورات الخمسة التي جاء الإسلام لحفظها عقل الإنسان واحد من أهم خمس أمور تدور حولها إنعم الشريعة بمقاصدها الآن لما يأتي الطفل إلى الحياة يأتي معه أدوات تنمية هذا العقل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أنا أقول أحيانا للأطفال يعني من باب تقريب الفكرة أقول لهم يا أولادي الدماغ موجود داخل الجمجمة الجمجمة مغلقة علما أن هذا الدماغ هو مستودع المعلومات من أين تدخل هذه المعلومات يبدأ الأطفال يتفكرون أي ويتدخل من خلال الحواس هذا الشيء الذي شرحه القرآن الكريم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة إذن السمع والبصر هما الطريقان إلى الفؤاد العقل إلى تحريك هذه أو فهم هذه المفردات التي تدور الآن الطفل عنده استعداد إلى التقاط أي شيء يدور حوله يسمعه أو يراه أو يشعر به يحاول الطفل تنظيم هذه المعلومات بطريقة منهجية مرتبة والحمد لله أن الله تعالى بنالنا عقلنا على طريقة تتطابق تماما مع الكون الكون منظم لا فوضى فيه قائم على قادون السببية قوانين ونوميس نعم قوانين ثابتة لا تماري ولا تحابي من قدم أسبابها لا نتائجها العقل على ذلك بني وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بنا بأن العقل غير متناقض مع المشاهدات الكونية غير متناقض مع حركة الكون غير متناقض مع القرآن الكريم هذه الثلاثية متطابقة تماما القرآن الكريم حركة الكون العقل البشري هناك تطابق تام لا يمكن أن يوجد خلاف الآن إذا لمست خلاف أو وقفت على خلاف فهذا ضعف في العقل يحتاج العقل إلى تنمية حتى يرقى إلى الشيء الحاصل في الكون أو إلى الشيء الوارد في القرآن الكريم سيحاول الطفل أن يبني مجموعة هذه المعلومات أو المشاهدات بطريقة مرتبة منهجية منطقية يوزعها في عقله وبالتالي هو سيسأل وسيكثر من الأسئلة وربما بعض الأسئلة محرجة وربما بعض الأسئلة غير مفهومة بالنسبة للوالدين الأب الواعي والأم الواعية هي التي تعين الطفل على تفعيل هذه الأدات وتنشيطها بحيث تصير أدات لاكتساب معلومات أفضل وأدات لتنظيم هذه المعلومات لنضمن تطور هذا الطفل بشكل طبيعي لكن الأب والأم اللي ما عنده هذه الخبرة سيحاول تعطيل هذه الأدات على مبدأ خذها مني أنا الصح خذ من عندي المصدر أي وعطي العقلك خذ مني أنا مصدرك الوحيد وبالتالي ما أقوله بأنه صحيح هو الصحيح وما أقول بأنه خطأ هو الخطأ دعلي عقلك جانبا وللأسف لما تكرس العملية التربوية أو التعليمية أو حتى الحياتية الحوارية في البيت على مبدأ خذ مني وعطي العقلك عندها سيخرج طفل فعلا معطي العقله سنجد أن هذا الطفل في المستقبل يقدس ما جاءه من المجتمع يقدس ما جاءه من الأشخاص على حساب العقل على حساب المبدأ على حساب الحق سيقدس الشخص على حساب هذه الأساسيات من الذي عطل عنده هذه الأدات؟ المربي الذي ما أحسن تفعيل هذه الأدات؟ ربما الأساسيب التربوية الخاطئة في تفعيل هذه العقل تفعيل هذا العقل هي أساسيب خاطئة هو يعني بعيدا عن أخطاء المربي يكفي أنه عندنا في المجتمع مجموعة من الأخطاء الكارثية نحن أستاذ شئنا ولا أبينا نحن اليوم ينشأ ناشئ الفتياني منا في مجتمع مليء بالأخطاء الكارثية حقيقة حقيقة مرة تغلف بغلاف العقيدة ومرة تغلف بغلاف العرف ومرة تغلف بغلاف القدسية لبعض الأشياء ليست ذات قدسية اليوم معلش دعينا نتكلم بوضوح وصراحة يتبعك رزقك كما يتبعك ظلك والمطلوب إجلس سيأتيك رزقك نبيك فقير والفقر سنة والفقراء يدخلون الجنة قبل أغنيائها وما لك مسؤول عنه وهو مشكلة بين يديك بين يديك مغلفة بالجانب الديني نعم والمطلوب قدس ثقرك وكسلك وخمولك وقعودك وبطالتك وقل النبي فقير والأرزاق مقسومة ذوي المرض مننا الذين ليس لهم عقول نقول هؤلاء خاصة الله في خلقها هؤلاء بركتنا هؤلاء أولياء الله المجذوبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نلتمس بركة الناس المرضى الذين لا عقول لهم اليوم عندما نؤمن بأنه كل شيء مخطط له كل شيء موجه هناك دول عظمى تحسب التفاصيل والدقائق كل شيء النفس الذي أتنفسه محسوب وبالتالي والله أنا لا أستطيع المواجهة المطلوب مني أن أستسلم لهذه المؤامرة دون أن أتحرك هذه مغالطة منطقية حقيقة لما أعتبر نفسي أنني مسلوب الإرادة مسلوب الخيار مسلوب القرار وما إلى ذلك هذه مجموعة من الفوضى التي لا تنسجم مع العقل الدعاء اليوم كثير مننا يؤمن بأن الدعاء هو عصات سحرية يكفي أن تدعو الله تعالى وأن تجالس بطال انتظر هذا المطلوب مني عدم اتخاذ الأسباب مع أن الدعاء هو محرك هو محرك يدفعني أقول لها وتوكل على الله لما أسأل الله تعالى الولاية إذن سأحاول أن أصل إلى هذه الولاية بالتزام أوامره اجتناب نواهيه الإكثار من السنان ومن أعمال الخيرات حتى أصل إلى هذه المرتبة فلما أسأل الله تعالى في كل يوم في صلاة الفجر وتولني في من توليت أنا أسأل الله تعالى الولاية إذن أعطي نفسي رسالة أن أيتها النفس التزمي الأوامر اجتني بالنواهي أكثر من السنن اجتهدي في عمل الخيرات حتى تبلغي هذه المرتبة وبالتالي الشيء الذي أريد أن أصل إليه أن كثيرا من الممارسات الاجتماعية اليوم لا تنطبق مع العقل فالعقل المسلم حقيقة مهدد في هذا المجتمع مهمتي كمربي أن أحصنه قدر الإمكان وربما هذا ما يميزه ربما الدول الغربية لماذا تطورت حضاريا واقتصاديا هناك مساحة من الحرية يعني تكتنف العقل بعيدا عن الأشخاص بعيدا عن المسلمات هناك عقل يحتاج أن يتحرك أكيد عندي سقف وعندي حدود أحترمها كمسلم العقل له حدوده له نشاطه له مساحته عندما يخرج من مساحته سيخطئ خطأا قاتلا عندما أخطئ ما لا يخضع للعقل وأحاول أن أحاكمه عقليا عندها سينتبه العقلاء بأني بدأت أخطئ العقل ميزان دقيق أستاذا يشبه ميزان الصائغ تماما عندما أخرج خاتما وأضعه على ميزان الصائغ يعطيني وزنه بالدقيقة لكن هذا الميزان لما أضعه تحت عجلة سيارتي وأريد أن أزين وزن سيارتي سيتحطم هذا الميزان هذا الميزان الدقيق هو العقل لما أضع له المشاهدات والمقرؤات والمسموعات سيعطيني نتائج باهرة جدا لكن عندما مثلا أضع الله تعالى في العقل عالم الغيب في العقل الحكمة في العقل وهذا ما فعله للأساس لا يسلح لا يسلح سيعطيك نتائج مغلوطة سيصل بك إلى خلاصات غير منطقية وغير عقلية لا يتقبلها العقلاء لذلك العقل المسلم يعمل تحت مظلة الشريعة بحيث تحدد له مساحته هناك جزء شئنا ولا أبينا هناك جزء مما لا نستطيع الإحاط به بعقولنا أمرنا بالتسليم له أمرنا ب يعني يعطاء هنا إعطاء العقل إلى الحكيم الخبير الذي خلقه حتى يوجهه كما شاء لذلك الله جعل الإيمان بالغيب هو ماذا أو بلصفة للمتقين هذه ليست سهلة خاصة في زماننا في زماننا فأن يؤمن بالغيبيات يقول لك كيف والغرب يعني يحتج علينا في مسألة أن نحجر على العقل هكذا لما لا تتركون له لا يصلحون لابد أن يمشي العقل بدون وحي أعمى لا يرى الطريق ولذلك لابد من الوحي ها هنا فنحن نقول العقل في مجال الكون بل يبدع لكن لما يتعلق الأمر بالغيبيات فهو التسليم فأثير عن علمائنا قولهم تقديم النقل على العقل والنقل هو الوحي القرآن والسنة نقدمها على حين تركوا المساحة للعقل دكتورة لاحظي النتائج التي خرجت من عندهم اليوم لما نرى هذا التقاتل لتقنين الشذوذ يا جماعة والله العظيم الشيء لا يدخل في منطق يعني ما يدخل في عقل أين أوصلهم عقلهم إلى تقنين هذه الفاحشة إلى تقديس إزالة العقل عن طريق تناول المسكر باستمرار ذهب بهم عقلهم إلى إخراج المرأة والطفل عن هذه الرعاية الأسرية المقدسة العقل عندما يعطى المشعل بدل الشريعة بدل الإيمان سيأخذ هنا في ستين ذهي كما يقول يامان مثلا يابان الصين واصل في التقدم التكنولوجي العجيب جدا لكن ما زالوا يعبدون أصناما حتى الآن ماهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى ذلك لابد للعقل رأينا يكون له ميزان يتزن به وهو الوحيد وليك تيف سيدة شهرزاد بارك لاوفيك سيدة رباح أثرت الكثير من النقاط والإشكالية في هذا الموضوع حتى نقترب أكثر من هذا الموضوع دعونا نشاهد هذا الاستطلاع هل الأولياء يملكون واعي كافي في هذا الجانب التطوير أو البناء العقلي للأبناء مشاهدة الاستطلاع مع الزميلة الصحفية فيزة العارف ولا نعود بعد ذلك شكرا للمشاهدة موسيقى 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 متبắt بدلت مجهودة كبيرة واصهرت على جالهم ان ترى يمكنني ي Heroin وضاحت وأمي تبدل في الجنس او باربيتهم كانت عندهم مدا كان عندهم ذاكاء أنا في قتل بلي كان عندهم ذاكاء ملكون ملكون صغار ملكون صغير كي تربيهمه وتتعسوا ومحسب تتعرفي هيتو ملكون صغار نعملهم كشغل إنسان عادلت كبير نهضر معهم نقصر معهم نحكي لهم حاجة كيشوفوها مايفهموهاش يسألوها نجاوبو مانقولش باللي صغير مايعرفش مانقولهاش هادي صغير مايفهمش نون نهضر معه كيشغل طفل كبير ميم كيكون بيبي نهضر معه كيشغل هو هاديك أفكالي ينمي هاديك الأفكار ديالو ينمي توليد نهضر معه كيشغل واحد كبير نهضر إيش معه شغل واحد صغير حاجة تانية الطفل كيسأل ولا حبي يفهم حاجة مانقولش روح روح خليني وقانت خير لازم نفهمه هاديك الحاجة لازم نتابه الى الأشياء التي يهتموا بيها الأشياء ستخيز إبوغطة الشيء اللي انت تنبيه انا نجد ننميها عليها توري الوليدك توجهيه نعمهم نمشوا على الدين الإسلام وشهدر دين الإسلام نمشوا عليه احنا ها نعم على المواقعية وما تقدريش تهربين من هذ المواقع التواصل الإسلام بسكرنا رانا فيها لما وسائل التواصل الاجتماعي ما لازم تكون على الضراري الصغار مثلا أنا سوجي يحبيت نطلع ونطلعوا ونايا وحدي ونكتبه له في ورقة ونقدمه له وهو يفتحوا ما لازمش نعطيه تليفون خادش يهرب هو أوتوماتيك مو يهرب الحواج واحد اخرين لازم المواقع بقى خاصة الانتنات خاصة الأولاد في الشاعر ما لباليش أنا بني معه منه ويلعب معه منه وكل واحد كيفاش لازم المتابعة لازم متابعة من الأول بعد الراجل لازم يعيش معه وليده لازم كل وقت يكون معاه لازم يوعيه لازم يتبعه في قرائته يتبعه في الشارع وراه يروح معامل راهي دور حمتي ما لازمش التفلي يدخل مباشرة من المدرسة قيس كارتابا ويخرج كيما رانيشوفه بعض العائلات ما لباليش قعبوا بولاده وراههم حتى الليل باش يتلموا لازم الوالدين بعد يهتموا بولادهم داخل المنزل وخارج المنزل لازم يتكون عندهم علاقة مع الأستاذة بعد بشي سقسوا على مستوى أولادهم لازم يكون تمسيخ موسيقى عدنا إليكم شاهدنا الكرام ونحن نتحدث في موضوع في غاية الأهمية عن التربية العقلية والبناء العقلي سيدة فاطمة تحدثنا من رؤية شرعية وبن رؤية اجتماعية عن أهمية هذا العقل نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى باعتبارك بختصة نفسانية وأدرى بهذه الأمور نعلم أن الله سبحانه وتعالى أودع في كل شخص وفي كل فرد قدرات عقلية مختلفة من شخص إلى آخر قد يكون الإنسان سريع الفهم وقد يكون بطيء الفهم وقد يكون فيه من التمييز والنباهة والذكاء وغير ذلك من الأمور طيب أهمية أن تدرك الأسرة والأولياء هذه النقطة من أجل إعمال العقل بشكل فعال في واقعنا سواء بداخل الأسرة أو في المدرسة أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ونحن نتكلم على هذه النعمة عن العقل وإضافة إلى ما تفضل به أساتذتنا ماشكورين ومأجورين إن شاء الله لأنه فعلا ونحن نتكلم عن العقل عن هذا المدير الذي يسير ويدير هذا الإنسان فأكيد يجب أن يعمل وأن نضعه في الطريق الصحيح حتى أكيد يعمل وينتج ونحافظ عليه ونحن الولي الآن وهو يتابعنا ربما من الرؤية الشرعية على ضوء الكتاب والسنة كما تفضلتم فعلا يدرك أهمية هذه النعمة وكيف أن هذا العقل نضعه في إطاره في إطار الشرع حتى نحميه إلى غير ذلك ونقدر النعمة التي أعطاها الله لنا ونحافظ على هذه الأمانة فما بالك إذا كانت الأمانة العقل الذي أملكه أنا كإنسان والعقل الذي أنا مسؤول على أن أنميه الذي هو عقل ابني فمن خلال سبر الأراء ونحن نتابع ذهبيا سوى ما شاء الله الأولياء أنه نوعي أكيد الوعي ولكن تفعيل هذا الوعي وهذا ما نريده أن نعمم الرسالة وأن ينتشر هذا الوعي وأن نعمل به طبعا إجابة على سؤالك ونحن نتكلم عن أبنائنا عن إعمال العقول عند أبنائنا ربما من عدة جوانب ربما نتكلمهم الجانب الأدائي ونتكلمنا عن القدرات العقلية للأبناء فأكيد تحتاج منها إلى رعاية إلى اهتمام ربما وهو جنين الرعاية اللي ربما البعض يسأل متى أبدأ في تنمية تعقل ابني وهو في المرحلة الجنينية وهناك سليب كثيرة جدا سبحان الله وحتى دراسات علمية تؤكد هذا أكيد المرحلة الجنينية من صحة المرأة الحامل من تغذيتها من سلامتها من الأمراض إلى غير ذلك لأن كل هذا يؤدي إلى إصابة وفعل في الدماغ فأكيد ستتأثر العمليات المعرفية والعمليات العقلية ونشوف كثير من الأمراض ربما نتابعه على الصحة النفسية والعقلية كثير من الأمراض سبحانه ربما حمى عند المرأة الحامل ربما ميكروب ربما كذا ينتج ربما البعض تقول لك ما ولدي ما علي بليش علاشة ربما عنده ضعف قدرات لكن راجع لمرحلة الحامل أيضا من خلال مرحلة الأبنية رهى رضيع في سنواته الأولى الرعاية التي تعطيها الأم أو يعطيها الوالدين لأنه حتى الولي الأب ومسؤول أيضا تلك الرعاية الوالدية ورعاية الأم لابنها أيضا تؤثر على نموه العقل الذهبية كثير من الإضطرابات العقلية نتاج لكيف تعامل هاته الأم ابنها ربما نتكلم عن الصحة الجانب الصحي والعضوي واهتمام بالطفل هذا نعسونه مثلا أبسط شيء ربما ارتفاع الحمى راح يأدي إلى الدماء وهذا ماذا سيعطي الأشياء وعمليات كثيرة يما نشوفوا أبناء من في قوش حتى يكونوا في المدرسة في التحصيل الدراسي الولي يبدأ يبحث حتى أن ربما تستغرب الأم هو فلدة كبيرها ولكن لا تعرف سبب ربما التأخر الدراسي لدى ابنها وقد يكون مثلا لديه أنيميا قد يكون ربما هكذا سوابق صحية والتي تؤثر على مردود هذا العقل أكيد فالرعاية الصحية مهمة جدا سواء كان رضيعا أو كان طفلا تفضل أستاذنا وتكلم عن الحواس لإعمال العقل في كل مراحل عمرية لدى الأبناء سواء كان رضيعا أو طفلا في المدرسة أو مرهقا هي هذه الحواس نحافظ على حواسه إذا تكلمنا من جانب عضوي طبي كان بعض الأبناء ربما عنده ضعف بصار ضعف السم فيأثر في اكتسابه للقدورة وفي تطوير عقله وبالتالي العقل ما يطورش فلا يعمل عملا جيدا ربما الآن هذه الأمور لا تظهر إلا في وقت متأخر للأسف والولي يحاسب بالابن ويزيده توبيخا وإلى غير ذلك والمشكلة ربما عضوية وهذا ما نلاحظه للأسف استسمحك أستاذ فاطمة حينما يأتي هكذا تأتي نتائج عكسية لما ينتظر فتوبخها الأمة الطفل تقول أنت لا تفهم أنت هكذا ألفاظ هكذا تؤثر وهذا ما يعطي لربما الأداء الإجابي للعقل يعطي نفسيته أولا يؤثر على نفسيته وعلى ثقته وعلى تقديره بذاته لغير ذلك أيضا على قدراته فإحنا ربما من البرمجة العقلية اللي نعطيها الأبناءنا هي أنك عاجز ما تقدرش الأستاذ فضل وتكلم على أننا الأبناء التعلم برمجوهم نجاوبوا على حتى بعض الأولياء من شدة حمايته لأبنائه ونريد يدللوا ابنه ويحميه هو يجاوب له على كل أسئلة وهو صغير ربما يعطي له كل شيء بالسهل لا يخليش الأبن التعلم يفكر يبدع يتأمل مثلا الأستاذ فضل وطمي ثالثا سؤالت على الحواس هذا من الأمثلة هناك أسليب بسيطة جدا نستطيع من خلالها أن نفاعل عمل أعقول لأبنائنا وهم صغار ممكن من سنجح توليده يدخل يقرر رياضيات بش فقط هي أسئلة بسيطة نخلي ابني هو الذي يفكر وقد يطرح أيضا الطفل أسئلة هكذا بسيطة ولا ربما هذا الأب لا يصبر مع هذا أسكت مش وقتها نعم لا يصبر وقد يعطي هو الإجابة ولا يفتح له مجال من أجل أعمال هذا العقل سأخذي أختي هذا النفس كم هو مؤلم حقا نعم بين الأخطاء الشائع لما الطفل يلمس ضعف قدرته العقلية نتيجة لعدة أسباب ثم يأتي الحكم عليه من الولي حكم توبيخي تقريعي أحكم عليه بأنه ليس كغيره لاحظي حجم الألم الآن الذي يعيشه الطفل في هذه الحالة السبب هو عدم فهم الولي لحالته عدم قربه من منطق التعامل مع هذا ربما جهل أستاذ رباح هو الذي يشكل ومشكل عدم دراية بهذه الأمور العلمية نعم إذا حكم ابني على نفسه بأنه غير واعي أو ربما يعني عفوا حكم على نفسه بهذه الكلمات التي نقولها له أنت غبي أنت أحمق أنت كذا إذا حكم على نفسه بهذه الطريقة خلاص الأمر سيكبر معه صح وسيبقى ينظر لنفسه على أنه أحمق على أنه غبي يصدق الوالدين خلاص يصدق طبعا طبعا لأنه ضعيف ما عنده طريقة ليدافع بها عن نفسه ما عنده طريقة حتى يشرح لك المشكلة الذي يعيشه أكثر ما يقول لك بابا أنا درست ولا مصنع لا أستطيع أن أحفظ كله لا أحفظ غيرك أحفظ أخوك حفظ صفحة ممكن إضافة إلى هذه المقطة السؤال الذي كان في صغر الأراء هو عن الذكاء لأنه أبنائنا وكل أولياء اللي أنام يتابعوا فينا كل واحد فيها بيكون ابنه ناجح دراسيا ابني وليدي خير من الأخرين ربما حتى في الأسرة الواحدة من الخاوة ربما وليدي خير موليد خوية إلى غير ذلك فكل واحد من الأولياء حاب تمييز في أبناء وحاب ربما لأسباب كثيرة هذا رائع جدا أن يكون ابني رائع ومتميز ربما ينافس الآخرين ربما المقارنة إلى غير ذلك لكن نحن نحب نوجه رسالة اليوم الأولياء اللي وهي ونحن نبني هذا العقل ونحافظ عليه باش ابني يلحق مراهق ويلحق شاب ويعرف يفكر ويتأمل ويتدبر ويعمل عقله ربما يقع أمام مشكلة معينة يعرف في حلها إلى غير يحلل يناقش لأنه نحن نتكلم معلقة نحكي عن العمليات المعرفية والعمليات المعرفية وش هي هي التحليل الاستنتاج المناقشة إلى غير ذلك كثير من عمليات المعرفية حنا باش العمليات المعرفية تنشط عن أبناءنا يجب أن نفعلها نفعلها أولا بتفعيل الحواس عند الأبناء تعنا أيضا بإعطائه الفرصة ليظهر مهاراته أن نفهم مفهوم الذكاء الحقيقي ذهبية ربما الكثير مننا يغلط ويشوفوا لي يحكم على هذا ذكي هذا غبي هذا احنا نقوله سامحوني أو بليد أو ديبي بلادة نعم نعم شكتي هذا كلها غيرها هذا دوش شاطار بي يعني واحد الألقاء واحدة تصريفة كأن هذه الملكة لا يمكن تطويرها العقل هي ملكة يمكن تطويرها فعلا يمكن تطويرها يمكن رعايتها حتى اللي عندهم ربما تخلوا في العقل الآن هي أمراض يعني تخلوا في العقل الطفيف العميق إلى غير ذلك فيه يعني علاجات فيها مهارات إلى غير ذلك حنا نتكلمه على العادي هذا الابن اللي ربما رأنا نحكم عليه فقط لأنه رياضيا ربما إحنا لجيب أحسن عالم حتى إحنا كتلامير كنا ليجب أمليح في رياضية المواد العلمية هو الذكي القسم ومشات هذا الفكرة يعني إلى وحدها هذا مش فقط فعلى مستوى التلمي العالم تجاوزها أستاذا نقيم على أساس النقطة نعم 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 نحن ما زلنا متمسكين تقسيم العالم ومهم جدا أنه نعرف مفهوم الذكاءات المتعددة لأنه هذه الذكاءات المتعددة رجع إلى العقل وهذا العقل يعمل في عدة جوانب الذكاء المنطقي الذكاء البصري ممكن لاحقا إذا كفنا الوقت نفصل في مثل هذه النقاط واهتمامنا بالذكاءات المتعددة دراسيا وسلوكيا أكيد بوركتب أستاذ فاطمة سنتطرق إلى هذه الأنواع من الذكاءات بعد قريب حول الله تعالى ولكن حتى نقرب أكثر هذا المفهوم البناء العقلي لدى أبنائنا دعونا نتوقف عند هذه القصة التي اخترتها لنا الدكتورة شهرزاد عزيزان تروي لي إحدى قريباتي وهي مديرة روضة في فرنسا عن قدرات الأولاد في مسألة الاستيعاب فهي تسمع منهم في بعض الأحيان ردودا غريبة جدا وهذه الردود تقولي أنا لا أستطيع أن أرد مثلها عادتها في روضتها كل سنة أنها في بداية سنة تجلس مع جميع الأطفال خاصة من أربعة إلى خمس سنوات تجلس جلسة على الأرض قبل أن تقسمهم إلى أفواج وتعطيهم للمربيات ثم تجلسهم كنا في حلقة مستديرة قالت لمرة قدمت نفسي بطريقة معينة حتى يقدموا أنفسهم قالت اسمي فلانا وكذا وكذا وأنا مسلمة أؤمن بالله استعملت أؤمن بالله قالت لأن هناك أسر كثيرة خرجت للإلحاد فتحب أن تعرف من من الأولاد عندها هو ملحدا قالت فقدمت نفسي بهذه الطريقة وبدأ الأطفال يقدمون أنفسهم بنفس الطريقة أنا مثلا كذا اسمي كذا وأنا مسيحية أؤمن بالله أنا يهودية أؤمن بالله أنا مسلمة أؤمن بالله ثم قالت حتى سمعنا واحدة قالت أنا اسمي كذا وكذا وقالت باللفظ بمعنى أؤمن بلا شيء قالت فنظرت للأطفال ينظرون إلى بعضهم البعض وانتظرت فردت واحدة عمرها أربع سنوات قالت لها باللفظ إذا كنت تؤمنين بلا شيء أنت لا شيء أشكرا زميلة الأستاذة شهرزاد عزوزة وأكيد أستاذة البحركة تتبسم أكيد هناك الكثير من العبرة التي نستقيها من هذه القصة حقيقة هذه الطفلة صنع عقلها بطريق حر التي استطعت أن تحكم على هذا السلوك بحكم على براءته وبساطته هو منتهى أبحاث ودراسات حتى الأستاذة كانت ذكية في طريقة معرفتها حتى الذكاء المعلمة كان كبير رأيتي الطفل لما نربيه تربية عقلية حرة سيعطيك بنتائج لا تخطر لك على ذلك شكرا برك الله فيك أستاذ رباح نعود أستاذ فاطمة إلى ما نراه في الآوينة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هناك منصات رقمية تحث ربما على أهمية إنعاش هذا العقل تحدث عن أنواع الذكاءات سنفصل في هذه الذكاءات المتعددة ما أهمية وما مدى نجاعة هذه المنصات الرقمية التي تقول بأنها تساهم بشكل كبير في إنعاش العقل وهذا ما نراه مؤخرا في وصائل التواصل الاجتماعي باعتبارك مختصة نفسية نحن نتكلم فقط على التكنولوجيا قبل منصات الرقمية وغيرها نتكلم عن التكنولوجيا بما فيها المنصات ومواقع التواصل وغيرها التكنولوجيا فيها وعليها ففيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي وهنا نحكم العقل ربما ككبار كأولية كأساتذة حتى إحنا ربما فنعرف نغربي لما نأخذ ممكن حاجة لتخدمني وتطورني أنا والشيء الذي أكيد سوف يعيقني ويقلل من مها ويجعلني نغرق فيها وأنا لا أتطور ولا تسمن ولا تغني من جوة فهنا أتخلص منها فما بالك في تربية الأبناء أيضا حتى ربما هناك كثير من المواقع وكثير من الأخوة تدعو إلى كيف نربي أبناءنا إلى غير ذلك المشكلة الذهبية هي كيف نفعل ما نتعلم ربما كانت أعلم في المنصة الرقمية أو أتعلم من كتاب أو من كذا أو أني نشاهد اليوم الحصة هدفنا من المشاهد الكريم ومن الولي الكريم أبا أو أما ليس فقط يسمع ويقول لي عندكم الحق إلى غير ذلك مهمتنا التفعيل حتى هدفنا ربما البناء هو إعمال هذا العقل فنفاعل هذا هو المشكلة الآن ربما إذا كنت أنا أخذ وأخذ وأخذ وخلاص دون غربالة دون غربالة وإني أجيني كل شيء على الجاهز ثم لا أفاعله والبعض يقول لكم الله أني نفاعل وراني نقوم بكذا وكذا ولكن ما فيش نتيجة هي تحتاج إلى صبر تحتاج إلى عمل إلى متابرة إلى ربما أني نجرب ثم أقيم هذا يصلح أم لا يصلح ربما أشيء أستفيد منها فالتكنولوجيا عالمة فيها بكل وسائلها فيها الجانب الإيجابي وفيها الجانب السلبي هنا يرجع إلى الإنسان كيف يفاعلها وكيف يعمل بهذه نقطة الأولى ربما النقطة الثانية وتكلمنا عليها وهي الأساليب في تربية أبنائنا التي هي تدمر هذا العقل وهي أساليب تقليدية غالبا أستاذة هي أساليب ربما تقليدية أو تنقول تقليدية أو العجز بعض الأولياء ربما يستسلم حتى من يهتم بهذه التربية المصدر غير أمين نعم ورسائل الضمنية التي ربما حتى هناك بعض القصص أو بعض ما نقدمه لأبنائنا وهناك مضاهم سيبية في طياته الكثير مننا ربما حتى الرسوم المتحركة الآن يرى هم يشوفوها أبنائنا يبعث رسائل جدا جدا أنا للأب يخلي الطابلات أو يخليها أمام شاشة التلفاز والابن راه يمتص يستقبل يستقبل ويستقبل ثم الآن بدأ نشوف أفكار غريبة عند أبنائنا أفكار معطلة حتى بعض الألعاب ربما نحن نتكلم عن تفعيل وإعمال العقل هناك أساليب كثيرة ومتعددة ربما نحكيه السلبي والإيجابي في نفس الوقت هناك أشياء كيفش نفع الإبني ربما خليه يشوف حتى هو يشاهد نقعد دمها وش رأيك وعليش دار هكذا وانت في رأيك كذا نحن نقول وش ثقافة المنع المنع وكلش وانت وش تشوف الانتقال من المنع إلى المنع نعم إلى المنع وفي كل شيء يحط في الطريق نعم وفقط شيء أنا ربما أقوله ما دمت يعني أترتي هذا الموضوع هي نحن جنينا سابقا على أولادنا اليوم نوجه هذه النصيحة لمن قبلنا نحن كنا ننتقي الرسوم المتحركة مثلا بعض البرامج لأولادنا ونقول بنا تربي بما أخلاق مع تلك الأخلاق كانت هناك رسائل ضمنية تخذ لأولادنا من الجناية على الأولاد أن نعطي عقولهم هاته التي تحتاج إلى تمحيص ما يصل إليها منا نحن ليس من غيرنا نعطيها لهؤلاء فلذلك نقول دايما تدخل في تربية أولادنا غيرنا والواضح أنه أقوى منا في الإقناع فلذلك واليوم زادت زادت هذه المساحة المشكلة المفروض أننا ماذا مؤتمنون على هذا الولد جملة وتفصيلا ومن أهم ما نحن مؤتمنون عليه هو العقل هذا ماذا يوضع فيه خاصة إذا تحدثنا عنه الفترة الزمنية هذه السبع سنوات فيدخل فيها تختلف أستاذا من الخصائص والأخطر هي هذه المرحلة ويشترك فيها الأبوين والمعلمين أيضا الذين يدركون الأطفال ست سنة وخمسة ست سبع سنوات فهذه مراحل خطيرة جدا المسؤولية هنا تصبح أكبر نحن أستاذا من خلال تعاملنا وضعه مع الأطفال في الأقسام نشاهد أن الأطفال مشدوهين بالرموز حشاك التافهة والفارغة على يوتيوب يحاول أن يقتدي باليوتيوبارز بطريقة لا منطقية لا إيمانية بعيدة عن أعرافها حتى بعيدة عن أسرته هنا لغياب القدوة نعم حتى تشوفي أستاذا المقتدي بصانع التفاهة يحاول أن يصدر لك تفهم أظن أننا وصلنا إلى ركن أهمسة لم يتبقى من الوقت الكثير فاصل ثم نوصل العقل ميزة ابن آدم وخاصية وكرامة له واحد من الكليات الخمس وهو مناط التكليف المربي الواعي هو الذي يفعل عند الطفل هذه الميزة من خلال التعليم والتفكر والتجريب والتدريب والحوار فيفتح له الآفاق ويضع له الضوابط ليعلم الطفل متى يستخدم عقله ومتى يستند إلى اللطيف الخبير الذي يعلم ما لا يدركه هذا العقل أما المربي غير الواعي فيعتمد مبدأ التلقين ويعتمد مبدأ تعطيل العقل بدل تفعيله لأن تفعيل العقل عند بعض الأبناء هذا مربك للمربي غير الواعي نشكر أستاذ رباح على كل ما تفضلت به من همسات ورسائل هكذا حددت الهدف الذي نريد أن نصل إليه من خلال هذه الحلقة لم يتبقى الوقت الكثير معنا في هذه الأمسية ونتحدث عن البناء العقلي ربما ما هي الرسائل التي نوجهها للأسرة أستاذ شهرزاد في هذه العملية عملية العقل باعتبار الأسرة هي النواة الأساسية في إيصال وإعمال هذه العقل بالدرجة الأولى ربما الاعتناء بالأولاد في مرحلة معينة دائما أقول الوقت عامل مهم جدا أن ما تعطيه الآن لا تستطيع أن تعطيه فيما بعد لأنه لابد أن يعطى الآن ليس فيما بعد لما تنشغل الأمهات بكثير من التفاهات كما نرى وعتدر على اللفظ ربما جارح ربما وشيء من هذا القبيل لكنه حقيقة الاهتمام الزائد في اليوتيوب بكثير من المسائل لا يحتاجها الإنسان في حياته ونغفل عن هذا الجيل المهم جدا إلى ماذا سننضي بعدك نحن مسؤولون يوم القيامة أمام الله عن هؤلاء الأولاد سيسألك عن كل شيء عن الوقت الضاعي فلابد أن ننتبه بذلك ربما فقط أشارت قبل قليل إلى مسألة الدكاء الأولاد وغير ذلك وذكرناه لابد أن نفهم أن مسألة الدكاء لا علاقة لها لا بحجب مخي ولا علاقة لها بكثافة الخلايا المخية له علاقة بالعلم والمعرفة ولذلك سبقنا نحن بالتربية العلمية بقدر ما تكون المعارف متنوعة كثيرة بقدر ما يكون نعم الدكاء عالي نعم فهي قاعدة تكتر من المعارف ومنها لكن المفيدة بطبيعة الحال فإنه ماذا بعد ذلك تكون الدكاء موجود فقط هنا الله سبحانه وتعالى يستعمل معنى قوي جدا في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم خطورة العمل مع العقل مهم جدا النبي يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يهود أو يمجسانه فخطورة الأمر عندما يتعامل الآباء مع العقل قادرين على أن يحولوا الولد من فطرته إلى ديانة أخرى غير التي جاءت في الفطرة فانظر خطورة التعامل مع العقل فكيف بعد ذلك نستأمن غير مؤهلين على عقول أولادنا إذن ننتبه إلى هذه المسألة على مستوى البيت أيضا أين تضع الأم الروضة التي تضع فيها ابنها أيضا إلى غيرك ننتبه وحتى أيضا المعلم أو المربي الذي يحشو هكذا عقل دون إعطاء المناهج والطرق لابد أن نفهم من هذه المرحلة مرحلة الأولى هذه هي مرحلة يسميها العلماء سبع سنوات الأولى يسميها مرحلة الاختيار مرحلة الانتخاب يختار ماذا الولد الأطر العقلية أو الرباطات العقلية القيم العقائد العوائد التي لها علاقة بالبيئة التي يعيش فيها معناها خطيرة جدا هذه المرحلة في مسألة التعامل مع العقل كيف يهتدي الولد نحن كثير من مسائل عقضية متعلقة بالعقل ربما نتيرها في الحلقة القادمة يعني تشتكي الأمهات منها اليوم وكثرت ما يرى الأولاد وستحضر عن التطبيع العقضية في بوضوع خاص بإذن الله حتى نعطيه حقه من النقاش مشكور أستاذ شهرزاد على كل ما تفضلت به من إضاءات وإضاحات شكرا مصول لك أستاذ فاطمة على كل ما تفضلت به من التوضيحات وشكرا مصول لك أستاذ أحمد رباح على كل ما تفضلت به وشكرا مصول لكم شهدين الكرام ومصول لك بكل حال بورك تستاذك وشكرا مصول لكم مشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة ترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة